اللي حصل إنا احنا كنا عادين هنا وبعدين فجينا بالناس اللي على الجوابة هناك بتخبط فاروحنا كاري على الجوابة فلاقينا واحد محبوط بطوة هنا كده فسألنا في إيه فلاقينا الشباب اللي جيين من ناحية أولاك دول جيين وبيحكي فقطوبة على الناس اللي موجودة هنا في ناس دوم عادوا يدعموا فينا من هنا بيهزة فاعتا في نفس اللحظة الجيل دخل هو أصلواي في رأسواك أسلك شائكة ووراه واخد ساتر كده قدامه الجلش دخل جوا ممنع فحتى الناس اللي بتقول ان هو بيحمي الثورة هو حتى ما بيحميش المنشآت والمباني وقت الضرب هو بيطرق جوا يستخبق الجيش المسلح وبيسيب الشعب الأعزل وبيضرب بالطوب والإزال مين لضرب مين لضرب انا جيتها بوصة شوف الموقف ولا حد من بولاء هنا اللي من بره وبيجي يضرب هنا في الدقس من بولاء من بولاء موليد بولاء لا ما عندنا ما عند الناس مرزاقين عندنا الكلام دي حضراتك ولا اللي تلعوا من المولاي احنا من دائرة مسبيرو من مربع مسبيرو احنا مع الصوار وطول إخواننا ننفع نضربوا بعدنا دي إشاعة، دي إشاعة يعملها التلفزيون المصري لإزاعة البلباء وعنزين الناس لإعدادنا الفضاء أهالي حي بولاء فواء حضرت طائرات الإفعاف الموجودة أمام المبنى وقالت لهم أنهم يجب أن يغادروا المكان نصوراً وإلا فتحبتوا جالساً نصوراً لأنها مصالح الأهالي الموجودة لمبنى لتاعة التلفزيون كاميرات المبنى، كاميرات المبنى التلفزيون مركز على ناحية انتجاه الصوار يعني بيجيب دايماً عشان يشوي الصورة، فبيجيب رد الفعل وليس الفعل في إعلام ببعض الصورة بولاءة وكلام ده كله، لا مش بتاعنا نحنا احنا ما بنعرفش نعمل كبه المزام والتريك، الناس اللي وقفين دولت أخواتنا يعني مش معقولها نروح نضرب أخواتنا يعني مش هنضرب أهالينا بقين شرارة الصورة أصلاً طالعة من بولاءة خمسة عشينيين قالوا طالعة من بولاءة مدينة